سلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم قناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد وكل الهلي بكم الفيديو اليوم تعالوا اليوم يا جماعة نسوي الطرشي الاحمر العراقي باسهل واطيب طريقة رح يطلقوا اياكم مضبوط وطعما يجنن رح اشرح لكم بالفيديو كل اسباب فشل ونجاح الطرشي الاحمر فان شاء الله تستفادون من الفيديو وتجربون الطرشي وعلى قلبكم بالف صحة وعافية قبل ما نبدي اتمنى تشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين وخلونا لايك من ايدكم الحلوة نقول بسم الله ونبدي اول خطوة نسويها نبدي نحضر ونجهز الخضروات مع اثناء رح استخدم كيلو من اللفت اللي هو الشلغة مثل ما نسميه بالعراقي غسلته كل الزين ورح ابدي اشيل الاطراف ماتة والحافات بهشكل هاذة وابدي اقطعها السمك ماتة التقطيع ما يكون كلش رفيع ولا يكون كلش ثخين بهشكل هاذة اللي رح تشوفوه ممكن تقطعوه بالسكين او باستخدام هاي الحافات المقرنصة رح نضيف ايضا نسكيلو من الشواندر او الشمندر ش تحبون انتو تسموه احنا بالعراق نسميه شواندر رح اضيف نسكيلو من الشواندر غسلته كل الزين وايضا رح اقطعه بنفس السمك اللي قطعنا به اللفت وطبعا اضافة ليشواندر كلش ضرورية لانه هو اللي رح ينطي اللون الحلو للطرشي مالتنا رح نضيف ايضا شوية من زهرة القرنابيط طبعا نوعية وكمية الخضروات المضافة بالطرشي حسب رغبتكم انتو شكت حابين اضيفون قرنابيط شكت حابين اضيفون لفت تريدون تلغون القرنابيط تريدون تبقوه تريدون تضيفون لهانه تريدون تلغوه براحتكم هاي الشغلات ممكن تتحكمون بيها القرنابيط هنانا غسلته كل الزين وبعدين بديت افصصه واقطعه بايدي بها شكل هاده على مود تبقى امحافظة على شكل هالحلو وما تتكسر عندي قطعته بها شكل هاده قطع صغيره مثل ما شفتو وراح اضيف ايضا شوية من اللهانة اللهانة ايضا غسلتها اللهانة اللي هي الملفوف احنا بالعراقي نسمي الملفوف لهانة غسلتها طبعا كل الزين وايضا رح ااخد جزء من عدها واضيفه ويابطرشي ومثل ما اتفقنا كمية ونوعية الخضروات المضافة حسب رغبتكم اهم خطوة تنتبهوا لها اصدقائي بهاي المرحلة انه تتأكدون انه الادوات المستخدمة نظيفة مية بالمية مكان التقطيع السكين ايدكم تكون نظيفة اثناء تحضير الخضروات لانه اي مثلا زيوت ممكن تكون موجودة بالستشين او بالمكان الدثورمون عليه ممكن اصير بالخضروات فهذا الشي خرب لكم الطرشي فهاي الفقرة جدا جدا تبهوا لها انه اضافة شيء اساسي اثناء تحضير الطرشي كملت تقطيع وتحضير الخضروات به الشكل هذا عندي لشوان دار خليتها بصحن الوحدة رح اخذها واتركها على جنب ما رح نتخذ ويا حاليا اي اجراء فرح اتركها على جنب ونشوفها بعديا اما بقية الخضروات فرح اضيف عليها حفنة من الملح الخشن باشي كل هذا كمية عشوائية من الملح الخشن مو كلش هواية بس اتأكد انه كل الخضروات صار عليها ملح باشي كل هذا على مود تنزل ميها انا اضفت اوشي تقريبا ملعقة اكل من الملح الخشن وشفت اثناء التقليب انه اكو خضروات مصعير عليها ملح فرشيت لها رشة بسيطة ورح اتركها بمصفي الى ان نتنزل ميها هسي بهشي كل هذا رح نجيب صحن ونخلي به المصفي اللي خلينا به الخضروات المملحة ورح نتركها تقريبا ساعة وبعدين نرجع لها بهاي الاثناء تعالوا نحضر المحلول اللي رح نكبس به الطرشي مالتنا جبت جدر كلش نظيف رح اضيف عليه 6 اكواب من المي مي عادي ضفت 6 اكواب من المي بعدين رح اخذ الجدر واخليه على النار الى ان يبدي عدنا المي يغلي اول ما يبدي عدنا المي يفور رح اضيف عليه 3 ملائق طعام من الملح الخشن او ملح البحر لازم تستخدمون ملح خشن او ملح البحر في تحضير الطرشي رح اضيف ايضا ملعقة طعام من السكر ونخلط المكونات مع بعضها بعدين انطف النار ونترك المي الى ان يبرد 100% رح نرجع هسه للخضروات اللي ملحناها وتركناها لمدة ساعة رح نشوف انه نزلت كمية من المي طبعا هاي الخطوة هي للامان على مود نتأكد انه الطرشي مالتنا ما رح يصير بي اي طعم مر رح ناخد هسه الخضروات ونخسلها بالمي العادي غسل زيان الى ان تتخلص من كل الملح اللي خلينا عليها اخر خطوة اسويها قبل ما ابدي اكبس الطرشي هو تحضير العلبة اللي رح اخلي بيها الطرشي عندي هنا علبة زجاجية غسلتها غسل كل الزيان بعدين انضفت بيها تقريبا نص كوب من الخل الابيض وبدي اهتبه شكل هذا احرك الخل الابيض بداخل العلبة على مود اتأكد انه العلبة عندي تعقمت ما بيها اي بكتريا ممكن تسبب عندي تلف للطرشي هاي الخطوات الاصغيرة بد ما تكون بسيطة لكن تأثر كلش بتحضير الطرشي فضروري تنتبهون لنظافة العبوة نظافة الادوات المستخدمة اثناء تحضير الطرشي طبعا هذا الخل رح ارميم ورح استخدمه وشكل هذا العلبة ماتي صارت جاهزة انه نبدي نكبس الطرشي الطيب مالتنا هسه صارت كل شغلات عندي جاهزة انه نبدي نحضر الطرشي مالتنا هذا هو المي اللي فورناه ويا الملح الخشن ويا ملعقة من السكر برد عندي تماما هسه رح اضيف عليه كوبين من الخل الابيض نفس الكوب اللي قسط بيه المي رح اقيس بيه الخل الابيض فلكل ست اكواب من المي المفور طبعا كوبين من الخل ثلاث ملعقة طعام من الملح الخشن وملعقة طعام من السكر خلطتها مع بعضها وصار عندي المحلول جاهز انه نبدي نكبسه الطرشي هسه رح نبدي انضيف طبقات من الخضروات وطبقة من الشواندر او الشماندر فشكل هذا على مد نتأكد انه الشواندر رح ينطيلون لكل الخضروات الاخرى فنخلي طبقة من الخضروات المشكلة وياها الطبقة من الشواندر الى ان تنمي لعدنا القلبة واكيد اصدقائي رح تسألوني هل الشواندر رح يستوي بدون سلق ايه نعم رح يستوي بدون سلق مثل ما طول عمرا كان يستوي بدون سلق ما يحتاجن سلقة لانه احنا رح نكبس الطرشي لمدة عشر تيام وهاي المدة جدا كافية انه كل الخضروات عدكم تستوي وتطلع تجنن هسه مثل ما شفتو نزلت وضفت كل السائل الملحي اللي حضرنا الى ان انملت عدنا القلبة بالكامل رح نخلي عليها ثقل بهشكل هذا على مود نتأكد انه كل الخضروات مغمورة بداخل السائل الملحي اذا اكو خضروات عدكم انطوفة وما داخلها كلها بداخل المحلول الملحي فهذا الشي رح يخرب عدكم الطرشي ويسوي بيه العفو ريحة مطيبة فضروري تتأكدون انه كل الخضروات مغمورة والعلبة مالتكم محكمة الغلق هسه رح نترك العلبة مالتنا لمدة عشر تيام الافضل يكون المكان اللي دا تحفظون بالطرشي اثناء فترة الكبس بارد اما خارج البيت او بالثلاجة بعد مرور عشر تيام رح ياخذوا ياكم الطرشي هذا اللون الحلو القرطة ماتت جنن هسه رح اسمعلكم اياها بالفيديو لونه طعمه ريحته اروع ما يكون الطرق القديمة بتحضير الطرشي دائما تفوز الطرشي وخصوصا الطرشي الاحمر لازم ياخذ وقته بالكبس على مود نحصل على النتيجة اللي ترضينا وشوفوا باسم دا ما شاء الله شون طرشي تمنيت قدامكم اصدقائي طبعا هذي طريقة بي بيتي تجنن لازم تجربوها واهم نصيحة اصدقائي حتى يبقى وياكم الطرشي مقرمش الاخر قطعة ضروري تحفظوا بمكان بارد ما رح يخربوا ياكم ما رح يستويوا يلحق ويصير طري لا احفظوا بمكان بارد يبقى وياكم مثل الورد تعالوا هستنسمع القرمش وي 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 بسم الله ما شاء الله والله يستاهل مليون لايك ضروري اصدقائي تجربون الوصفة وتستمتعون ان شاء الله بأطيب طعام باشي كل هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ومالتنا شرحت لكم بالتفصيل كل تفاصيل نجاح الطرشي الاحمر انتبهوا لكل الخطوات والنصائح اللي ذكرت لكم اياها وان شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية هذا كل ما كان عندنا اليوم اشكر متابعتكم ومع ألف سلامة اشتركوا في القناة